اعتمد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة الموازنات التخططية للعام المالي 2024-2025 لشركات بيتروداس والتعاون ومصر والعمل للبترول يأتي ذلك خلال ختم اجتماعات الدمعيات العامة لشركات بيترول القطاع العام عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث أكد الملة على الأهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم كأمن قومي في استقرار سوق البوتجاز وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين من استوانات البوتجاز مشيدا بحجم أعمال التطوير الذي تم في مناطق عمل الشركة من مصانع تعبئة ومنافذ توزيع وتحديث أسطول النقل